مولانا انتشر بين الشباب الفترة دي كتير من البرامج المعتمدة في مكسبها على المراهنات يعني هي بتبقى لعبة ناس بتصراهن فيها واللي بيكسب بياخد الفلوس دي فدي ايه حكمها في الشرع؟ ما زال حكم الدين ثابت في إنشاء النفسية السوية كل أحكام الدين لا تريدوا قهرا للنفس البشرية ولا تريدوا ظلما بين الناس عرف العلماء الغرر الذي تشتمل عليه ما يسمى بالمقامرة القمار اللي اسمه في اللغة العربية الميسر القمار والميسر فيه تردد الأمر عندي أمره بيتردد بين شيئين أخوفهما أغلبهما فيقول لي أنا عايز أتفسر الكلام ده ما أنا شفاه واحد جيه ركبنا معاه سفينة وبعدين قال لي إيه رأيك؟ أنا هرمي الشبكة في الماي الشبكة اللي هرميها في المياه ديه اللي يطلع تدفع أصاده 100 جنيه قلت له طب هو يطلع أدي إيه قال لي ما عرفش أنت تعرف؟ قلت له لا أنا ما عرفش أنا كمان قال ليه هو الشبكة ديه ممكن تطلع فضية؟ قال ليه طب ممكن تطلع فرض قلت له يعني ما فيهاش حاجة؟ قال لي ده ممكن تطلع فيها لمؤاخذة ده يعني لمؤاخذة فردة جازم اترمى واحد رماها في البحر ولا حاجة واللي تطلع فيها صفيحة مصدية قلت له طب أنا هدفع 100 جنيه على صفيحة مصدية وعلى فردة جازم مهرية من الـ وكلها السمك قال لي يا إما كده يا إما أن أنت هجيلك 100 كيلو سمك في الرمية دي قلت له طلعت مرة 100 كيلو سمك قال ليه طلعت 100 كيلو سمك مر فيبقى أنا دلوقتي متردد بين أمرين غالباً بيطلع إيه؟ غالباً بتترمي وتطلع فضية تترمي وتطلع فضية وتترمي وبعدين تطلع فيها سمكتين تلاتة تترمي وبعدين يطلع فيها خمسة ستة عبالة سمك ما يتعود إن فيه حاجة هنا عايزة يسعى إلى رزقه وإلى أكله فاللي بيحصل هنا هو هو تعالى إلعب معي جيم ادفع علشان لو إن العصفورة دي وقعت ومتاخد الفلوس بتاعتك وبتاعة غيرك اللي قال إنها ما تقعش أو العصفورة ما وقعتش يبقى أنت هتخصى يعني لو وقعت يبقى هتكسب ولو ما وقعتش يبقى هتخصى مشترك معايا كم واحد ميت واحد ألف واحد مليون واحد زي ما يكون ولذلك دي ممكن يكون مكاسبها هيلة مغرية لأنه لو كان كل واحد دفع دولار واحد وهم كانوا مليون على التواصل الاجتماعي يبقى إذن اللي هيكسب دهو هيبقى مليون افرض إنه عشرة قالوا هتسقط والباقي قال لا مش هتسقط فسقط يبقى إذن العشرة دولهم الله ده هي نفس الفكرة بتاعة والعاذ بالله اللي كان زمان أيام نحن اللي هي أسبق الخيل هو أنهي خيل هايكساب واللوترية اللي بنشوفها في الأفلام عبيض و سود بتاع الزمان دي بيع اللوترية يقول لك ده النمرة كسبت ده أمار كله يبقى ما زال الأمر على التحريب هو اللي اختلف اللي اختلف المساحة واللي اختلف الإغراء الفكرة المقابلة لكده ايه اللي هي عمارة الكون عن طريق الخدمة الاجتماعية يعني مراهنات الرياضة و مراهنات علشان ايه تعمله مراهنات الرياضة و قال علشان نعمل استاد كويس طب الخدمة الاجتماعية هي اللي تعمل الاستاد كويس و هي اللي تنشئ الملاعب المحترمة و هي اللي تخدم المجتمع و ما اللي هي خدمة اجتماعية ازاي ولذلك أنا شايف أن هذه عبارة عن القمار بعينه فهي حرام نعم